وقف المتحاورون للنشيد الوطني اللبناني كمن يقف دقيقة صمت حدادا كلهم التفوا حول عالم الوطن الذي تجسد إكليلا من الورد شبح الشعب كان الحاضر الأبرز في الطبقة الثالثة للبرلمان حيث طاولت الحوار كلهم عبروا عن قلقهم من غضب الناس في الشارع الرئيس نبيه بري استهل كلامه بالقول هذه الطاولة المستديرة ستبقى في هذه القاعة وإن شاء الله لا نحتاج إلى حوار ثاني لكنها ستكون مخصصة أيضا لاجتماعات أخرى وتوجه بري إلى المتحاورين بكلمة افتتاحية قال فيها كان لابد من هذا الاجتماع من أجل خلاص وطننا من حالة الجمود الرهن حتى لا نعتر على وطننا في مكب التاريخ فالاستمرار في لعبة عض الأصابع الجارية إنما تتم على حساب الوطن والمواطن وتابع نحن نجتمع لنحاول وضع حلول عادلة ومخارج صحيحة وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد المواقف لا إلى حوار طرشان وأضاف كل البلاد العربية أو أكثرها حتى لا أبالغ بحاجة إلى حوار عدد ذلك أيها السادة فإننا سننتظر أن يأخذ أحد بيدنا إلى أحد العواصم ليتم إبلاغنا المخرج الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط إلى لحظة انفجار جديد وختم بري كلمته ببيت للشاعر التونسي لطفي بشناق قال فيها إذا ما البحر طوقني بموج صنعت بموجه طوق النجاة الرئيس تمام سلام أكد مجددا أن الاختلاف في السياسة يجب أن يحل خارج الحكومة ومجلس الوزراء يجب أن يبقى فاعلا لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتسيير الأمور الحياتية كما أطلع سلام المتحاورين على دعوته إلى جلسة استثنائية للحكومة لإيجاد حل لأزمة النفايات كلمة العماد ميشيل عون كانت كفيلة فتح جبهة النقاش الذي كاد يتحول إلى مشادات كلامية لولا تدخل الرئيس بري ففي كلمته شد دعون على ضرورة الاحتكام إلى الشعب لتنظيم الانتخابات معتبرا أن كل الدول الحضارية تحتكم إلى الشعب لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة عندما تستفحل الأزمات وأضاف علينا الاحتكام إلى الشعب لكي يكون لدينا رئيس قوي كلام استدعى ردا من غريمه رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي قال الرئيس هو لكل البلاد ويمثل وحدة اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون قويا فقاطعه عون قائلا هذا الأمر كان يجوز قبل اتفاق الطائف لكن بعد الطائف الذي انتزع صلاحيات الرئيس أصبح لزاما العودة إلى الشعب ومجلس النواب الحالي غير شرعي ولا يحق له انتخاب رئيس كلام عون الذي تركز على الاحتكام إلى الشعب استدعى ردا من النائب بطرس حرب الذي قال إن من أبرز مهمات المجالس النيابية تعديل الدستور وإقرار قانون انتخابات مضيفا كيف نعتبر المجلس غير شرعي لانتخاب رئيس ونعتبره شرعيا لتعديل الدستور وإقرار قانون انتخابات رد استدعى جوابا فعاليا من عون الذي توجه إلى حرب قائلا ما بسمح لك تحكي معي ومش إلي بتوجه هيدا الكلام وما بقبل بالشي اللي قلته فرد عليه حرب أنا لا أوجه الحديث إليك بل إلى طاولة الحوار البلد رح يخرب ونحن منتسلى بأمور لا تؤدي إلى أي أمر هنا تدخل بري وأنهل جدل الدائر النائب سامي الجميل ضم للمرة الأولى إلى نادي زعماء الطاولة المستديرة تمسك بمداخلته بالدستور فقال إذا كان لابد من تعديل النظام فالدستور يلحظ ذلك نحن نطالب بانتخاب رئيس وبوضع قانون انتخابات جديد ينبسك منه مجلس نيابي يؤمن صحة التمثيل والجميل الوحيد الذي طرح مطلب تغيير النظام على طاولة الحوار فقال إذا كان لابد من تغيير النظام فهذا الأمر يجب أن يتم وفق الأليات الدستورية النائب سليمين فرنجي تمسك في كلمته بالمسلمات التي وضعها للرئيس المقبل رئيس قوي ويمثل مسيحيا النائب وليد جملاط لم يقل جديدا النائب محمد رعد قدم مدخلة تشدد على الدستور والخروج من الأزمات التي تتراكم في البلاد وانتهت الجلسة بعد ثلاث ساعات ببيان مقتصر حدد موعد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء الواقع فيه 16 أيلول الساعة الثانية عشر ظهران بحسب عدد من المشاركين فقد تميزت جلسة اليوم ببسمة الحاج محمد رعد الذي جلس للمرة الأولى منذ انطلاق الحوار على طاولة خلت من الصواريخ الهجومية على سلاح المقاومة للمرة الأولى لا استراتيجية دفاع على جدول الأعمال فالمتحاورون مشغولون بأداد استراتيجية الدفاع عن أنفسهم حصنوا أنفسهم وراء الدشم الإسمنتية والأسلاك الشائكة وأطلقوا مقاومتهم في وجه الشعب الرابط على كل الجبهات ننسي السبع قناة الجديد